خليني اروح معاكم الموضوع اخر واصدر رئيس عبدالفتاح اسيسي القرار الرقم 178 لسنة 2018 وده بشأن الموافقة على اتفاق قرد بين مصر وبنك التنمية الافريقي ده عشان التنمية المستدامة لمشروع محطة ابو رواش لمعالجة المياه وصرف الصحي هيكون بمبلغ 100 مليون دولار امريكي والموقع بتاريخ 6-2-2018 ذلك طبعا مع التحفظ بشرط التصديق وكمان اصدر رئيس القرار رقم 179 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرد بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بنيابة عن صندوق افريقيا تنمو معا التنمية المستدامة مشروع محطة ابو رواش لمعالجة الصرف الصحي طبعا موضوعين مهمين جدا جدا وده كان بمبلغ 5 مليون دولار امريكي والموقع بتاريخ 6-2-2018 زي ما قلت لحضراتكم هذ القرارين دول صدق عليهم سيادة الرئيس النهاردة صباحا دول الاخبار الخاصة بسيادة الرئيس عبدالفتاح اسيسي اشتركوا في القناة